السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن هتكلم معكم النهاردة عن وهو متعلق بالانوميلي دي تيكشن وطبعا انتو عارفين ان الانوميلي دي تيكشن السيناريوز بتاعته كتير احنا بس النهاردة هنركز على السيناريو واحد وهو متعلق بالطرق ونبدأ نشوف السيارات اللي بتعمل يعني عشان تفهم الفكرة خلينا وريك الفيديو اللي احنا نشتغل عليه عدنا هنا الطريق اللي قدامنا ده يعني مفروض كل السيارات اللي بتمشي في الطريق ده تكون ماشية هنا ناحية الشمال اي سيارة تخش ناحية اليمين ييبقى ازا السيارة دي ماشية في الاتجاه المعاكس ومفروض ناخد رد فعل معاه فكل اللي احنا هجيين نعمله هنا باستخدام الكمبيوتر فيجن نبدأ نشوف السيارات اللي بتمشي في الاتجاه المعاكس اللي هي تيجي من الطريق ده كده زي ما السيارة لنっていう انها ابيض دي طلعه وبعاكها تبدأ تخش ناحية اليمين فإذاً ده كده يعتبر ماشي في الاتجاه المعاكس فنبدأ بقى ناخد الصورة بتاعته ونحتفظ بيها وكمان هنا على الفريم يكون مكتوب قدامنا عدد السيارات اللي هي بتمشي فيه الاتجاه المعاكس فالفكرة اللي هنتكلم فيها بشكل عام قبل ما ندخل على الكود الموضوع بسيط جداً والكود نفسه مشروحة بلكده ولكن الفكرة نفسها اللي تعتبر حاجة جديدة الموضوع ما فيه ان احنا هنا هنيجي نحدد وكمان هنا هنحدد وهنبدأ ان احنا نستعد وليكن اليولو ونبدأ نعمل على كل الكارز وكمان نعمل التراكينج هيكون هو الكي هنا بالنسبة لنا هيكون حاجة مهمة جداً فاللي انا هعمله هابدأ اشوف السنتر بتاع الكار دي هل هو موجود داخل اللي هتكون موجودة هنا ولا لأ لو السنتر بتاع الكار موجود داخل الاريا رقم واحد اذا هاخد الاي دي بتاع الكار دي واحتفظ بيها وبعد كده هستنىها لما توصل عند الاريا رقم اتنين وابدأ اشوف السنتر بتاع الكار دي لما يكون موجود داخل الاريا رقم اثنين هبدا اشوف الاي دي بتاع الكار دي هل هو كان جاي من عند الاريا رقم واحد ولا لأ لو الكار دي جاء من عند الاريا رقم واحد يبقى ايزا الراجل ده ماشى في الاتجاه المعاكس وعمل فيولايشن فهو الموضوع بكل بساطة اني انا بتشيك على الاي دي لما تكون موجودة في اريا واحد باخد الاي دي واحد فاس بي بعد كها بعمل تشيك على نفس الاي دي لو السيارة دي كانت موجودة داخل الاي دي وبعد كده نكتب الكود بمعين الناس حابة التغيرات ديت من الفيديو اللي فات ولو انت شايف ان الموضوع كتابة الكود بطيء بالنسبة لك فممكن ان انت تسرع الفيديو من اليوتيوب نفسه تمام فخلينا هنا اول حاجة نبدأ نعمل اللي هنستخدمها هنا جبت برضو هنجيب مكتبة بعد كده برضو هنحتاج اليولو نجيبها من الالتراليتكس وهنحتاج برضو هنحتاج مكتبة نمباي وهنحتاج الوبراتنج سيستم امبورت او اس وبرده هنحتاج حاجة نحتافز حاجة يعني تكون خاصة بالاسم بتاع الصورة اللي هتكون عاملة الصورة اللي احنا هنحتافز بها فخلينا نجيب الديت تايم امبورت ديت تايم تمام طيب احنا كده جدنا كل بتاعتنا خلينا بقى نبدأ ان احنا نعمل لود للموديل اللي احنا هنستخدمه فهنا نعمل variable نسميه model وهنجيب اليولو ونحدد الversion اللي احنا هنستخدمها ممكن مثلا نستخدم ال small version من اليولو v8 v8 small dot bt تمام ده كده الموديل اللي احنا هنستخدمه اه وبرده خلينا نجيب الفيديو اللي احنا نشتغل عليه نعمل فيديو اسمه capture نقول cv2 dot video capture ونبدأ هنا في الفيديو capture نحط الاسم بتاع الفيديو اللي احنا نشتغل عليه اسمه wrong way dot mp4 طيب اه بعد كده نبدأ نعمل while true عشان نبدأ نقرأ كل الفريمز وهنا cap to read والفريم هتتخزن هنا ولو ال red كانت بفولس فمعنى كده ان هو هيخرج برا اللوب يعني ما عندناش فريم تاني ان احنا نشتغل عليها تمام اه فخينا برضو هنا قبل ما ناخد الموديل بتاعنا وندينه الفريم خينا نعمل 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 ريسايز للفريم نقول مثلا الفريم هتساوي cv2 dot cv2 dot resize على الفريم ونخليها مثلا الف عشرين في خمسمية تمام نفل الكوس ده طيب اه بعد جاي خلال نعمل امشو cv2 dot m show نعمل امشو للفريم بتاعتنا خليها نسميها مثلا اه نسمي الويندو بتاعتنا output ونديله هنا الفريم نفسها اللي هو هيعملها visualize بس هنا نحط دي اه بعد كده نعمل ويت كي ولو كان هنا اه الويت كي بتاعنا مثلا اه غنعملها بال 27 اللي هو الزرارة الخاص بالسكيب ففي الحالة دي اه طبعا هنا مفروض نقول F الكي cv2 dot k هنا ام في الحالة دي هنبدأ ان احنا نعمل break وانا عملنا break يجي يعمل release وبرضو يعمل ام destroy all windows تمام ده يعني الكود اللي احنا بنستخدمه في كل البروجيكت اللي احنا بنعملها فخليني كده اراني الكود واشوف هل في مشاكل ولا لا وهيعرض لنا الفريمز هنا بالفعل عرض الفيديو هو مفيش فيه اي مشكلة اه فخلابها هنا نضغط على ال skip ونرجع نرجع نشتغل على الكود بتاعنا اه احنا خلاص هنا جبنا الفريم عملنا لها resize عايزين بقى نبدأ ان احنا ناخد الفريمز دي ونبعطها لي الموديل بتاعنا طبعا فخلنا اول نعمل variable اسم results وهنا هنقول موديل بقى هنستخدم track function وهنا track هتاخد مننا الفريم وهتاخد برضو مننا ال persist persist equal true طبعا persist equal true عشان تعمل forcing دي حاجة متعلقة بالكلمة منفلتر بقى انا فهم اقطر لما نشرح الماس بتعمل forcing للموديل بتاعك ان هو يكيب track نفس البوننج بوكس في نكست فريم تمام عشان يدينه نفس ال id طيب احنا كده خلاص اه عملنا tracking عايزين بقى نبدأ ان احنا اه نعمل loop على ال result بتاعتنا ونعمل extract لكل ال information اللي عايزينها اللي هو top left وال bottom right بتاع البوننج بوكس وبالاضافة لي predicted class وكمان predicted id ف هنقول هنا four اه ننزل تحت شوية نقول four result in results نعمل loop على ال result بتاعتنا وهنقول مثلا هنا boxes هتساوي result dot boxes result dot boxes dot xy xy ده الفورمات اللي احنا هناخده بالنسبة لبوننج بوكس top left وال bottom right تمام وطبعا زي ما انتو عارفين ان ال return اللي بيجي من اللي يقول له على الجرزب بيكون مبارة عن تنسور فاحنا هناخد التنسور ده ونحاوله لنمباي وعشان نحاوله لنمباي لازم الاول اسحب التنسور على ال cpu زي ما اتكلمنا فيه المحاضرة اللي فاتت يعني فاجي هنا اقول له cpu وبعد كده هحاوله ال number array تمام ده الموضوع بكل بساطة احنا كده اخدنا ال boxes نفس الكلام هنعمله مع ال labels خلان نسميه هنا classes دي the classes بتاعتنا تمام اه برضو نفس الكلام هنعمله مع ال IDs تمام هنقول results dot اه results dot id او sorry dot boxes dot id dot cpu dot number تمام طيب ده كده موضوع بكل بساطة طبعا انتوا زي ما عارفين ان ال return اللي بيجي من اليولا الالجوريزم بالنسبة ل productive classes بيكون عبارة عن index اللي هو مثلا بيرجعلك index zero اللي هو مقصود بال person فاحنا عايزين بقى ناخد ال index ده ونبدله اه بال class name زي ما عملنا في الفيديو اللي فات بالزابط تمام فانا قريدي عندي في ال directory اه الفايل اللي هو الخاص بيه ال coco data set فخليجي هنا كده نقول with open هنعمل open اللي ايه بقى دي coco dot text وطبعا هنعمل له open عشان نقرأ منه ال data بتاعتنا يعني فهنا هنحط r وبعد كده هنعمل له as وندي له هنا name اللي هو مسلا نسميه my file تمام بعد كده هنبدأ ان احنا نقرأ يعني ال data بتاعتنا اللي هو الاسامة الخاصة بال coco data اللي هو ما التمانين class ونخزن ال data هنا وبعد كده نقول data to the split ونعمل لها split عن طريق ال slash n كلام ده شرح له كتير جدا قبل كده فمش محتاج ان انا نشرحولك تاني هنا in details يعني تمام فانا كده معاه class list وقدر بقى ان انا بدل ال class اللي معايا تمام او class name طيب خلينا هنا نيجي ونكمل ونبدأ ان احنا نعمل for loop على boxes بتاعتنا هنقول for i و box enumerate 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 البوكسز بعد تمام كده انا بعمل loop على كل البوكسز بعد كده هبدأ ان انا اخد البوكسز دي كلها اعمل لها يعني اخد الكروديناتز بتاعتها فهنعمل variable اسمه x واحد y واحد x اتنين y اتنين كلام ده هيساوي فعايز خلينا ناخد values بتاعت البوكسز ونحاولها الانتجر فهنعمل هنا map هنقول int اه اللي احنا عايزين نحاوله الانتجر هو البوكسز بتاعنا تمام طيب ده كده بالنسبة البوكسز بعمل loop على لهم كلهم وطبعا كل بوكسز هيكون موجود هنا باخده بطبع عليه بتاخد كل البوكسز بتاعت البوكسز اللي هو ال top left وال bottom right دول وتحولهم لي اه طبعا هنا بيتحوله الانتجر وبعد كده بتخزنه في ال variables دي تمام ده كده بالنسبة البوكسز بتاعتنا عايزين برضو ناخد فهنقول هنا variable اسمه object class هيساوي ايه بقى هيساوي classes of index i تمام لان نخد بالك من حاجة يعني هنا مثلا عندي فيه سيارة حصل لها detection في البوكسز بتاعها موجود هنا في ال variable ده وده ال index بتاع البوكسز اللي هو مثلا index zero في اول حاجة تمام فهنا لما اقول classes اللي هو classes دي of index zero هيجيب لي بتاع نفس البوكسز اللي هو الخاص ب السيارة بتاعتنا يعني تمام طيب تعال برضو هنا نحول value اللي هتيجي هنا ل integer تمام بعد كده هنقول ال object ل id بتاعنا برضو هناخد بنفس الطريقة كلها اللي احنا جبناها هنا احنا بس هنا كان معنا ال information الخاصة ب detection كلها هنا بنبدأ نعملها extract كده كل حاجة على حيه ده يعني برضو هنحوله ال integer وايكونة بارة عن ids بتاعتنا وفي index i ده كده الموضوع بكل بساطة معايا كده الباوننج بوكس وال predicted class وال predicted id اه فزا ما احنا عارفين ان ال pre-train model اللي هو الكوكو اللي هو سوري اليولو الالجوريز عامل training على 80 class واحنا في الكيس بتاعتنا دي مهتمين بالcars فقط فحايزين نعمل filtering وناخد ال predicted class في حالة لو كان هو car فقط تمام فهقول if class list class list اللي هي فقى ال names ف ال name هبعد هنا ال index عشان يرجع لي ال name ف ال index اللي احنا نبعته هنا هو ال object class تمام انا هدينه ال object class اللي هو مثلا احنا شغلنا على cars اعتقد index 2 هو اللي بيمثل في ال code text cars تمام فهنا لو الرقم ده كان اتنين هيجي هنا ياخد لي index 2 هيرجع لي كلمة car خانا هنا برضو نعمل تشيك هنقول لو كان بيساوي equal equal car ففي الحالة دي نبدأ نكمل الشغل بتاعنا احنا كده عملنا filtration يعني تمام و بناخد cars فقط فخانا برضو هنا نحسب center بتاع الكار عشان هنحتاجه لما نجي نستخدم ال function اللي اسمها عشان نتأكد ان الكار هل هي موجودة داخل area رقم واحد ولا area رقم اتنين وهكذا فالكلام ده عملنا طبعا كتير قبل كده يعني هنعمل variable هنا مثلا نسميه cx اه ونبدأ ان احنا ناخد نقطة من top left ولا يكن x واحد ونقطة كمان من bottom right ولا يكن x اتنين ونبدأ ان احنا نجمعهم على بعض ونقسمهم على ال اتنين يبقى احنا كده جبنا center x مش هنجيب center y خانا نعمل حاجة ايه عشان نتأكد ان كل هو موجود داخل بتاعتنا فخلنا نقول مسلا ان النقطة التانية بتاعتنا هتكون بتساوي y اتنين اللي هي نقطة موجودة في bottom right تمام? ده كده الموضوع بكل بساطة طيب بعد كده هنبدأ بقى نحدد خلينا نجي هنا فوق هنا في المكان ده مثلا نبدأ نحدد بتاعتنا او نعملهم هنا قبل الوائل هنقول مسلا area 1 هتساوي ونبدأ نحدد بقى الكوردناتس الخاصة به area 1 فهنا هنا حددت area 1 وهنا area 2 لو ما بتعرفش ازاي تحدد الكوردناتس بتيجي هنا على polygon zone robo flow بتدخل على اول لينك هزهرلك وبتاخد screenshot من الفيديو بتاعك وتحط الصورة هنا وبعد كده بتحدد مثلا بتضغط يعني ما كما انت بتضغط على الصورة بيبدأ يزهرلك الكوردناتس هنا مثلا انا احدد area ادي area 1 حددت area بيظهر لي الكوردناتس هنا تمام باخد الكوردناتس كده copy واجي في الكود او محضطة هنا كل بساطة يعني تمام باستخدام الا باستخدام فهنا مثلا ممكن نعمل variable نسميه area 1 هيساوي point point طبعا function دي يعني استخدمناها عشرات المرات في البروجيكتس اللي عملناها قبل كده وبتاخد من هنا الarea والpoint بتاعتنا فطبعا الarea اللي بتاخدها هنا بتكون عبارة عن numpy numpy array طبعا هنا بنحدد له area 1 وبنعرفه ان area 1 دي هنحدد data type بتاعها لها بتكون عبارة عن integer 32 تمام ده كده بالنسبة للarea واخر حاجة هنا بتكون خاصة بالأفصول احنا هنا حددنا الarea لسه هنحدد الpoints بتاعتنا بقى فهنا الpoints بتاعتنا هتكون والسي اكس والسي واي تمام اللي هو اللي احنا جبناهم هنا اللي هو بتاع السيارة والنقطة اللي موجودة في بعمل تشيك على هل هم موجودين داخل بتاعتي ولا لا تمام وهنا اخر هنحطه في اللي هو متعلق بال يعني ده كده الموضوع الخاص ب ال وطبعا هنا بنيجي نعمل تشيك في الاخر ان الفاليو اللي هترجعلي من هنا هتكون اكبر من او بتساوي خلنا نخش كده شوية اكبر من او بتساوي الزير تمام لان انتم عارفين طبعا لو الpoint دي موجودة داخل الarea فالريترن بتاع الpoint بلوجون تست بيكون رقم بوزيتف غير كده بيكون رقم نيجاتف فلو كرقم بوزيتف هنبدأ بقى ناخد الاي جي بتاع السارة ونحتفظ بيه ولكن الاول خلان نشتغل على الاريا التانية اللي هو هنقول مثلا هنعمل هنا نسميه الاريا 2 وهنا هنديلو الاريا 2 وبرضو نفس الكلام يعني فيش حاجة اختلفة تمام طيب تعال بقى نكمل خلنا نيجي هنا فوق ونعمل dictionary نخزن فيه كل الانفورميشن الخاصة بالcars يعني اللي هي تعمل violation نعمل مثلا هنا dictionary نسميه car status طيب تعال نرجع تاني تحت هنبدأ هنا بقى نعمل ايه قبل اي حاجة هبدأ اعمل check على ان الاري دي بتاعي مش موجود داخل الcar status اللي هو الدكشنري اللي احنا لسه عاملينه فهقول مثلا if الobject id اللي احنا الارياب اللي احنا كنا عاملينه فوق اللي هو الobject id not in car status اللي هو مش موجود اه داخل الcar status ففي الحالة دي هنبدأ نجيب الcar status ونخزن فيها ال id بتاعنا تمام وهنا بيعمل خلنا نعمل check اوه الكلام ده كده صح فهنا هنجيب الcar status طبعا ده dictionary عبارة عن k و value فالk هنا هيكون ال id بتاع السيارة نفسها ده هو k تمام وال value هيكون عبارة عن dictionary اللي هو dictionary اللي قدامنا ده هنعمل هنا في الدكشنر ده الكي هيكون ال in area one تمام وطبعا هنا في البداية نعمله false وعندنا هنا تاني ال in area two برضو في البداية هنعمله false لان احنا ما عندناش لسه ما نعرفش هل في سيارات موجودة داخل ال in area one ولا ال in area two ومع الوقت هنبدأ نعمل له update نخليه مثلا true على حسب لو كانت السيارة موجودة داخل ال area ولا لا تمام فهنا ده برضو هنعمله ب false طيب بعد كده هنبدأ برضو نحدد بعض يعني الحاجات هنا خاصة بال dictionary ده احنا خلاص حددنا هنا in area one وال in area two برضو ممكن نحط يعني مثلا هاجي هنا اقول له wrong wrong way بقى كده k بتاعي وبالنسبة بالنسبة لل value برضو في البداية هنحطها اه ب false تمام واخر حاجة ممكن نعملها هنا عشان لما نيجي نحتفظ بالصورة يعني اه ممكن برضو هنا نعمل كي نسميه saved وبالنسبة لل value اللي هنخزنها في saved برضو في البداية comforts انتو فاهمين يا جماعة احنا بنعمل ايه احنا بكل بساطة بعمل check على ان اللي احنا عملناه مفهوش ال id ده بتاع السيارة دي بالتحديد تمام اللي كان ال id بتاع السيارة اللي هيجيه لي يعني بعد كده لو هو مش موجود هبدأ اخد ال id واخزنه ك-k في الدكشنر ده طب ال value بقى بتاع الدكشنر اللي هو هتكون عبارة عن ايه؟ ال value هتكون عبارة عن الدكشنر اللي قدامنا ده في البداية كل حاجة ال in area one in area two wrong way وال saves كل حاجة في البداية بتكون بتسوي false وهنبدأ ان احنا نعدل عليهم يعني تمام؟ طيب اه فطبعا في حالة لو ال in area one اللي هو ال argument ده في حالة اللي هو تحقق فمعنا كده ان السيارة بتاعتي موجودة داخل ال area رقم واحد تمام؟ فخلاني اجي هنا مثلا نقول if in area one يعني لو السيارة بتاعتي كانت موجودة داخل area one هبدأ اعمل اي بقى هبدأ اعمل update للكي ده وخزن value بتاعته خليها تمام؟ لان خلاص انا اتأكد ان السيارة موجودة داخل area one فاجعل الدكشنر ده واعمل ال update بتاعي تمام؟ اه هنا طبعا اه اقول اخد ال id بتاع السيارة اللي هجيلي ويقوم مسلا السيارة ال id بتاع رقم واحد تمام؟ فالk في الدكشنر ده اللي هو car status هيكون بواحد تمام؟ بعد كده عندي دكشنر تاني دكشنر التاني ده عبارة عن case و value فاناخد الكي اللي اسمه area one اللي هو ده وخزن في true معنا ان ال value دي بقت بت true يبقى انا كده متأكد بنسبة 100% ان السيارة دي موجودة داخل area رقم واحد لان ال condition ده تحقق ما اكون ان ده اصلا تحقق فده كده اللي هو جالي من ال area one ال area one اللي هو جالي من هنا من اللي احنا دينا له ال center بتاع السيارة هو بيعمل ويشوف ال center ده داخل ال area ولا لا ولو كان موجود هيبقى هنا عندي كونة positive فاذا ده هيبقى بترو يعني هيتحقق فهيبدأ ان هو هياخد ال in area one في الدكشنر هنا ويخزن value بتاعته بترو نفس الكلام برضو على area رقم اتنين اقول مسلا if in area true if in area true ففي الحالة دي هبدأ برضو هنا اجيب ال car status اروح اخد ال id بتاع السيارة نفس ال id طبعا في حالة لو تساركت موجودة في area one يعني مسلا السيارة لو كانت موجودة في area one خلان اقول مسلا ال id بتاعها مسلا الخمسة تمام فاللي هيكون متخزن هنا في ال car status هو ال id رقم خمسة ولما السيارة توصل عند ال area رقم اتنين لو هي جاء من ال area رقم واحد وصلت عند ال اتنين فبرضو هنا ال object id هيكون بخمسة تمام ففي الحالة دي هنبدأ نناد على ال in area two اللي هي ال k اللي موجود داخل ال dictionary بتاع ال car status ونخليه ب true فاذا ده دلوقتي اصبح ب true لما السيارة تكون موجودة داخل area one ونفس السيارة اللي هو بنفس ال id اللي هيجيلي هنا لما توصل عند ال area رقم اتنين الفورس دي برضو هتكون بترو يبا انا كده بعمل تشيك ان اه بتأكد يعني ان هيجيلي موجودة عند ال area one فخليتها بترو موجودة عند ال area two برضو خليتها بترو فاذا السيارة دي عاملة وماشى في الاتجاه المعاكس تمام انا عدت الحتة دي كزا مرة لان دي تعتبر لوب الموضوع يعني طيب خلينا نكمل بقى هنقول هنا اه اه اف ال car status بس نطلع برا ال condition ده يعني اف ال car status اه وهنا بنعمل تشيك على ال id بتاع السيارة in area two يعني لو ال condition ده كده تحقق يعني من الاول هنا كده لحد هنا لو ده كده تحقق يبال السيارة موجودة داخل area one تمام وبعد كده لو ده كمان تحقق يبال السيارة دي موجودة داخل area two ممكن نشيل كل ده ونحط هنا اه in area two اختصارا يعني فلو the conditions don't تحققوا نفهم من كده ان السيارة دي كانت موجودة في ال area رقم واحد يعني ده true وده كمان هيكون true تمام وممكن هنا برضو كحاجة بقى متعلقة ب wrong way نقول and not car status نجيب ال id اللي هو object id اه وكمان هنا هنقول ان هذا على ما بين كوتيشن انا هنا بتأكد بس ان ان wrong way هي already عندي false تمام يعني انا لسه اصلا ما عملتش update لل wrong way عشان عشان هي لو كانت ب false ابدأ ان انا بقى اعمل لها update اعمل update لل wrong way تمام فهنا اه بالزبط كده خلناها مصحة ده فيبقى عندي هنا ال car status اخد ال id بتاع السيارة ده بعد كده اروع عند ال wrong way اللي هو ال k اللي موجود عنده في الدكشنري فوق واخلي ب true ما هو اصلا يكون ان الشرط ده كده لحد هنا تحقق معنى كده ان السيارة ماشى في الاتجاه المعاكس طالما ماشى في الاتجاه المعاكس يبقى اروح على ال k اللي موجود عنده في الدكشنري الاساسي واخلي ال value بتاعته تكون ب true برضو نفس الفكرة بالنسبة لل saved ال saved لو انت فاكر كان عندنا في ال car status ال saved هناك ال saved كان ب false تمام؟ فعايزين برضو ان احنا خلنا نعمله saved saved تمام؟ عايزين نعمل التشيك عليه برضو عشان لو كان ب false نبدأ ان احنا نقطفز بالصورة اللي هي عاملة violation يعني تمام؟ فهنا هنقول if not car status if not car status object id بعد كده نبدأ ناخد اللي هو اسمه saved يعني لو saved هنا اللي موجودة عنده في الدكشنري كان ال value اللي موجودة في false ففي الحالة دي بقى هنبدأ نجيب هنا بالظبط نطلع خلنا اعمل التشيك كده هنضلع ال time stamp نجيب ال date time اللي هو هيجيب التاريخ والوقتي دلوقتي حالاً اللي هو year وال month وال day وال hour وال minute وال second تمام؟ اه خلينا نمسح ده فده كده ده time stamp اللي هو هيكون الاسم بتاع الصورة بتاعتنا يعني اه خلينا هنا بقى نبدأ ان احنا نعمل اه فولدر عشان نحتفز نحتفز فيه بالصور بتاعتنا هتعالى فوق هنا نعمل مثلاً variable نسميه ونخزن فيه الاسم بتاع الفولدر اللي هو wrong way wrong way cars مثلاً تمام؟ وبعد كده باستخدام operating system اللي هو os dot make diar وال make diar هنديله هنا save diar sorry هنديله هنا save diar وكمان اه هنا نحدد ال argument اللي هو exist okey equal true ما بنعملش حاجة بس غير ان احنا بنعمل فولدر عشان نحتفز فيه بالcars اللي هي هتعمل يعني فهنجي هنا بقى نبدأ ان احنا نعمل مثلاً variable نسميه car image car image pass هيساوي ايه بقى نقول operating system dot pass dot join ونبدأ هنا نحدد ال directory اللي احنا هنحتفز فيه بالصور بتاعتنا اللي هو اسمه save images او sorry save diar وهنا بقى هنبدأ نديله الحاجة اللي احنا هنحتفز بها يعني اللي هي الصورة بتاعت الكار تمام؟ او sorry مش الصورة بقى هنديله ال name ال name بتاع الصورة نفسها تمام؟ ال name هنا هيكون عبارة عن car under school بالاضافة لي ممكن نحتفز برضو الاسم بتاع الصورة يكون في object id اللي هو object id ده كده اول اسم بالنسبة لي object id لسه مخلصناش الاسم كامل يعني بتاع الصورة ممكن نحط برضو هنا time stamp تمام؟ وطبعا ما ننساش ان احنا نحدد ال extension بتاع الصورة اللي هو png يبقى هنا بكل بساطة بنعمل join اللي هو ال directory اللي احنا عملنا فهو اللي هو متخزن فيه wrong way cars ده اسم الفولدر نفسه وبعد كده هنا بحط الاسم بتاع الصورة وبنعمل لهم join على بعض تمام؟ فده الاسم بتاع الصورة يكون عبارة عن car وال id بتاع الكار نفسها والتاريخ والوقت اللي السيارة دي عملت فيه violation فعايز بقى ابدأ اخد الصورة بتاع السيارة نفسها اللي اعملها violation واحتفظ بها يعني فهعمل هنا مثلا variable هسميه car image equal هجيبي ال frame الاساسية كلها وابدأ اعمل crop ال coordinates الخاصة بالكار لما تعمل violation طبعا اخد بالك انا هنا ده كله شغال داخل ال condition ده معنى ان انا شغال داخل ال condition ده يعني كده خلاص متأكد بالنسبة اثمائة في المية ان السيارة يعني جاية من ال area رقم واحد لل area رقم اثنين لان لو ده كان بترو وده كمان كان بترو يبقى كده خلاص السيارة دي عاملة violation يعني باستخدام ال point اللي احنا شرحناه من شوية ان السيارة ال center بتاعها كان موجود في ال area الاولى بعد كده بقى موجود في ال area التانية فبالتاني ال two conditions دول هيكونوا بال true فايزا ببدأ بقى اطلع ال information الخاصة به ال car اللي اعمل violation دي فاحنا هنا بنعمل crop لي ال car نفسها هناخدها مثلا من اول ال y واحد اللي هي النقطة اللي موجودة في top left لحد y اثنين تمام ده كده اول point ال point الثاني هناخد من ال x واحد لحد ال x اثنين تمام كده انا عملت crop لي السيارة اللي هي عاملة violation يعني فمش محتاجة بقى حاجة دلوقتي غير ان انا احتفظ بالصورة دي اقول cv2.m write واددله هنا المكان اللي انا هاحفظ فيه الصورة اللي هو ال pass اللي احنا حدناه هنا واددله هنا ال car image بتاعتي تمام اللي هي ال car اللي احنا عملنا لها crop هنا ده كده الموضوع بكل بساطة تعال بقى نبدأ ان احنا نعمل visualize البounding boxes بتاعتنا ونحط ال text والكلام ده كله فهاجه هنا كده اه تحت ال if condition دي بتاع ال car status هنبدأ بقى نعمل visualize ال rectangle cv2.rectangle ال rectangle ده طبعا هنعمله على frame هنحدد نقطة البداية والنهاية بتاعته اللي هو يبدأ مثلا من عند ال x1 y1 ده كده top left اه وهينتهي عند ال x2 y2 تمام ده كده top left وال bottom right بعد كده نبدأ نحدد مثلا color هنعمله 255 zero ماتين خمسة وخمسين بعد كده اه ممكن نحدد sickness نخليها باتنين تمام؟ ده كده rectangle بتاعنا وبعد كده ممكن نعمل برضو اه باستخدام cvzone نعمل على frame نفسها ونبدأ نعمل وقد له هنا وينحدد هنا بتاع x1 y1 تمام؟ ده كده موضوع ال visualization ما عملناش بس rectangle بتاع الخاص بال وكمان حطينا ال id تمام؟ خد بالك ده كده هيظهر معنا على طول يعني لان انا هنا خارج ال condition فين ال condition الاساسي بتاعنا اللي هو ده انا هنا موجود خارج ال condition ده طالما انا موجود طالما انا موجود خارج ال condition ده ال boot text هو خارج ال condition فاذا ال rectangle دوت و ال id هيكون موجود على كل الكارز اللي موجودة عنده في frame مش بس اللي هو ما بيعمله فدلوقتي خلينا نعمل على السيارات اللي هي بتعمل ال violation بس فانا عشان اعمل تشيك واتأكد ان في سيارات عندي violation لازم ال wrong way اللي هو ال argument اللي موجودة عنده في ال dictionary اللي هو ال k ده ال wrong way ده لو كان ب true طبعا كنا بنعمله update في حالة اه حالة لو هو كان ب false تمام؟ او هنا هو في السطر ده كده كنا لو كان عندنا id بتاع سيارة والسيارة دي طبعا هنا في حالة لو كان في violation والسيارة كانت موجودة عند ال error رقم اتنين ففي الحالة دي بابدأ اهو اخلي wrong way equal to true معنا ان wrong way equal to true يعني انا هنا عندي في سيارة عاملة violation فانا دلوقتي هبدأ اعمل تشيك على wrong way فاقول car status واخد منها ال car status ال id بتاع السيارة نفسه اللي هو ال object id وكمان هندي على ال k اللي اسمه wrong way تمام؟ طبعا لو ال condition ده تحقق لو هنا ارجع ل true من الكلام ده معنا كده ان انا عندي في سيارة عاملة violation فطالما في سيارة عاملة violation ممكن مثلا اه نبدأ ان احنا نعمل visualize لتاكست معايا هنقول uh وهنقول مسلا هنا wrong way ونحط ممكن برضو نحط ال id بتاع السيارة يعني يعني wrong way وندي له هنا مسلا ال object id تمام؟ وهنا بتحدد ال position بتاع ال text اللي هو من x1 لحد y1 خلنا نعملها minus مش plus وبعد كده هنا بتحدد بقى بقية التفاصيل وبالنسبة لل color اللي هو background color الخاص بال rectangle نفسه اللي هو هيقول مثلا color color red نعمله صف صف ميتين خمسة وخمسين تمام؟ في حاجة هنا غلط آآ دي افلتها مش هنا افلتها هنا تمام؟ كده خلاص اعتقد الامور تمام؟ بنعمل خلنا نمسح الكلام ده كده خلاص مجرد بس ما السيارة دي تكون عاملة يعني condition ده بيتحقق فهنا بنظهر text dot في top left بتاع السيارة نفسها تمام؟ خليني هنا برضو نظهر origin of interest بتاعتنا نعمل لهم visualize من خلال نحط البولي لينز دي على الفريم ونعمل نديله الarea 1 وبقوله الarea 1 دي closed وده color بتاعه باللون الابيض وده sickness تمام؟ نفس الكلام بالنسبة لي area 2 وحاجات كلها basics الكود كلهم مش بصراحه لانه هو اصلا كل الكلام ده مش جديد علينا يعني طيب اعتقد كده مفيش حاجة تاني ممكن ان احنا نعملها خليني كده اجرب ارن الكود تشوف result اللي هتطلع اه هو هنا اداني error اعتقد error متعلق بالpast بتاع الimage لا خليني اطلع فوق كده نشوف error من اوله اه هنا في error في اللاين ده خليني نشوفوا كده اللاين ده اللاين رقم 37 هنا results.labels اه يا مفروض مش labels يعني مفروض دي results.boxes control s خليني نرن تاني اللاين رقم 38 اه دي result مش results خليني نشيل ال s ونعمل save ونرن تاني برضو هنا في error في اللاين رقم 42 ادي اتنين واربعين هنا بناخد ال predicted class من هنا وهنا results.boxes. اه احنا هنا ماخدناش ال class اسلم يبقى .cls اللي هو ال predicted class بعد كده نعمل save ونرن تاني برضو هنا اطلع لي error في اللاين رقم 71 فين اللاين رقم 71 اه اه مفروض هنا فيه ما بينهم under school under school بعد كده control s ونرن تاني كده خلاص وظهر ال run بعد كده فصل تاني برضو فيه حاجة متعلقة بال wrong way line رقم 60 فين 60 اه اه ادي اللاين رقم 60 اه هنا برضو wrong way مفروض نحط هنا under school بعد كده نعمل save ونرن تاني اه هنا الكار دي لو انت ااخد بالك وعمل انا عملت freezing دلوقتي عمل detection على call the cards ومديها ال id نعمل سهر اللي هي تعمل violation اللي هي اللونة احمر دي اه هتلقى انه هو ظهر كده باوننج بوكس في top left مفروض يعني برضو داني error في اللاين رقم 63 مفروض انه save دي مش saves كلها باكس متعلقة ب اه ال syntax نفسه هنشوف الكار اه هنا قال لك wrong way بص لو انت ااخد بالك wrong way تلاتة ده اللي هو ال id بتاعه فكده دي واحدة عاملة violation خلينا نشوف الكار اللي بعديها تظهر في رقم واحد كده خلاص ال id بتاعه متسجل اللي هو الكار ستيتوس اللي هو الكار ستيتوس ولما بتظهر في ال id رقم اثنين بيبدأ انه يعمل لها اه هنا wrong way وال id بتاعه رقم 10 تمام؟ تعال كده الكود خلاص نقفله نروح على ال directory نشوف الصور بتتحفز ولا لا ادي wrong way اه بالفعل طبعا هو هنا انا كنت مراني الكود كذا مرة انما هو مفروض بيحفظ لك شرعة واحدة بس فا اه دي اول سيارة اعمل لها violation طبعا license plate مش واضحة خالص فمستحيل ان احنا نعرف نجيب ال information بتاعتها يعني تمام؟ ده كده السيارة التانية فخلا نمسح كل السيارات اللي موجودة هنا وعشان بس انا بنتأكد ان هو بيحفظ صورتين بس تمام؟ طيب احنا كده اعتبر خلصنا ال project فاضل حاجة اخيرة بس ممكن نعملها وهي اه موضوع ال counting يعني عايزين يكون ظاهر قدامنا كده ال count ال number of cars اللي هي بتعمل فممكن نيجي هنا مثلا قبل ال while true اه نعمل set نسميها wrong way wrong way wrong way wrong way cars اه نكون عبارة عن set set فاضية وبعد كده نبدأ نخزن فيها ال ideas بتاعت السيارات اللي هي بتعمل ونجيب لي ال ideas وبالتالي هيكون هو ده ال number of cars اللي هي بتعمل يعني تمام؟ بعد كده ننزل تحت خالص اه يعني نحطها فين؟ مفروض ان احنا نحطها داخل اه ال if condition دي لان دي لما بتتحقق معنا كده ان السيارة عاملة violation يعني فاحنا ممكن نيجي هنا كده تحت ال m right طب ما تنساش ان احنا كان عندنا في الدكشنري بتاعنا الدكشنري اللي فوق كان عندنا اه طبعا بجيب الدكشنري وبعد كده بجيب ال id بتاع السيارة اللي هو يكون متخزن هنا في الدكشنري تمام؟ اه وعندنا كان فيه دكشنري تاني داخل ال value نفسها تمام؟ فال value كان فيه مجموعة case كان عندنا key اسمه saved تمام؟ فالsaved كان ساعتها بال false احنا اول ما عملنا الدكشنري هول هفكرك سريعا كان ال saved هنا بال false فهنا هنبدأ نخلي ال saved تكون بال true وبعد كده نبدأ ان احنا اه نعمل ال wrong way cars اللي هو ال set اللي احنا عملنا فيه ال set الفاضية هعمل او هقات فيها ال object id تمام؟ ال object id ده ال id بتاع كل السيارة هتوصل عند ال error رقم اتنين بس الشرط اللي لازم تكون طبعا جاي من error رقم واحد لان ما تنساش ان اقولتلك داخل ال condition ده تمام؟ يبقى ده كده ال wrong way cars اللي ال set دي فيها عدد ال id بتاعت السيارات اللي هي بتعمل فممكن نيجي هنا مثلا ونبدأ ان احنا يعني نعمل visualize او صورة مش visualize بقى يعني مثلا هنقول هنا wrong wrong way wrong way count هيساوي لان لان ايه بقى لان ال set اللي احنا عملناها اللي هي wrong way cars فاذا ال wrong way count دي متخزن فيها عدد السيارات متخزن فيها كل العدد بتاع السيارات اللي هي بتعمل تمام؟ بناء على عدد ال id اللي احنا بنعدهم هنا بعد جده هاجي في الاخر هنا وابدأ ان انا اعمل visualize بقى لعدد السيارات دي تمام؟ فهنقول cvzone dot وطبعا هنعمل الكلام ده على هنا مش هنزهر ال id بقى هنقول مثلا if wrong way cars wrong way cars هيكون العدد عبارة عن ايه؟ اه اللي هو wrong way count wrong way count تمام؟ ده كده الموضوع بكل بساطة يعني وهنا نحط القوتيشن بعد كده بنبدأ نحدد البوزيشن اللي احنا نحط فيه تاكست هنا ممكن نعمله عشرة تلاتين وبعد كده بنحدد بقى اللي هو الخط يكون مثلا واحد ونحدد كمان ال sickness نخليها باتنين وكمان نحدد ال color نخليه مثلا color color red او color r هنا بالنسبة ال color ممكن نعمله zero 255 اللي هو green يعني وبعد كده zero تمام؟ ده ازاي ان احنا بنعمل visualize اللي هو متخزن فيه ال counts الخاصة بال car اللي هي بتعمل violation تعال بقى نعمل run كده فزي ما احنا شايفين قدامنا هنا ده wrong way wrong way wrong way wrong way cars وهنا واحد الكاونتر فوه هزا ما احنا شايفين تعال نشوف دي هيعمل لها count ولا ايه هنا ظهرت في الرقم واحد المطروع عند الرقم اتنين المفروض انها بيزود الكاونتر اه هنا بقت اتنين وهنا wrong way تمام؟ ده بالنسبة البروجكت بتاع النهاردة الموضوع طبعا اللي هشرحه والكود جاهز ممكن ما يعديش الفيديو ربع ساعة مثلا ولكن انا بتعمل ان اكتبه معاك line by line عشان انت نفسك كمان تتعاود تعمل كده لان ده اللي خليك تفهم الكود بشكل كويس وتبه شطر في الكودين ممكن عشان انا يعني برتجل شوية وانا بكتب الكود ولكن ان شاء الله مع الوقت الموضوع يكون افضل بكتير يعني تمام؟ ده طبعا بالنسبة البروجكت بروجكت مهم جدا ممكن تستخدمه كارير الورد ابليكيشن وتطور عليه بقى وتنفذه على الارض الواقع الكود طبعا هسيبولك تحت في الديسكريبشن عشان تجربه لفق اي حد عنده سؤال اشتركوا في القومنت وشكرا والسلام عليكم